مرحبا مواليد برش القوس معكم كارم الشماس كيف بده يكون شهر نوفمبر 20 التاني هل يترى شهر أفضل من أكتوبر هل يترى في تطورات أحلى من سبتمبر شهر نوفمبر 20 التاني هو شهر تحديات هو شهر خمول وكسل وهناك نوع من تغيير رأي وكأنكم ما بقبتكم وكأنكم تستسلموا أو كأنكم بتزهقوا حتى معقولة تتسرع وتتهور وفي أخذ قرار الجزء الأول من شهر نوفمبر 20 التاني من 1 ل 21 نوفمبر 20 التاني فترة وجود الشمس في برش العقرب هي الفترة الأضعف بالنسبة لكم هي فترة وجود الشمس في برش العقرب تسبب شعور بالزهق الضجر وحتى شغلكم بخف ما تخولكن بخف أعمالكن تبهوا على أسفاركن على تنقلاتكن في التباسات خلال هذه الفترة في نوع من شعور بكأنكم مقيدين كأنكم محبوسين بالزهق بحريتكن حريقون نفسية الجسدية مش كتير مرتحين عوضوك وضعكن لكن خلال هالجزء هناك أيام حلوة هايدي اللي لازم تستفيدوا منها وهايدي بذكرها بآخر الفيديو عنكن كوكب المريخ رح بيساعدكن كل هيدا الشهر حتى بالجزء الأول بيعطيكن معنويات بيعطيكن قوة جسدية فكرية بس مشكلة للمواليد مشكلة للمواليد البعض منها البعض منها المشتري عم بيتنقل بقوة بسرعة بسرعة رهيبة في بيت المال ففي احتمال أنه تتسهل بعض الأمور المالية والمعاملات برجع بذكركم اشتغلوا بالأيام الأكثر حظا ضروري جدا إذا بتروح على الأيام الأقل حظا في الجزء الأول اللي هالي عم بحكي عنه كارسة انتبهوا من الأيام الأقل حظا التي تقع بين واحد وواحد وعشرين ما عنكن حظ وما تقولوا عم دخمة لا عم بقلكن انتبهوا جدا جدا حسنا الجزء الثاني يبدأ تحديدا مع لحظة وصول الشمس لبرشكون أي يوم واحد وعشرين نوفمبر تحديدا الساعة تسعة إلى تلت المساء توقيت العالمي يعني 11 إلى تلت المساء توقيت بيروت الظهر أو بعض الظهر بالقارة الأمريكية بتوصل للشمس لبرشكون موالية برش القوس لحظة وصول الشمس لبرشكون تقلب كل المعطيات رأسا على عقب بتقلب هالأحباط هالزهق هالضجر فجأة بتجنوا بطريقة حلوية الناس بتسأل شو بكم منبارح كنتوا هالكنين وزهقانين وهلأ شو بكم مضويين متحمسين ورجعت لكم التفاعل رجع لكم تفاعل وصول الشمس لبرشكون سوف يغير كل المعطيات بشكل أفضل ومهم وكبير جدا وضخم جدا بالنسبة لكم بشكل كتير كبير وفيكن تقولوا انه من تلك اللحظة لحظة وصول الشمس لبرشكون فيكن تقولوا انه بلشتوا سنة جديدة وتحديدا يلي عيد ميلاده بين 22 و30 صفحة جديدة سنة جديدة ومش عم بحكي لأنه عم بتعيدوا عيد ميلادكم لا لأنه تتركوا سنة الـ 2020 عجنب وتبلشوا سنة الـ 21 تقريبا خلال شهر نوفمبر 20 التاني في عنا أمر جديد في برشة العقرب بتاريخ 15 يلي بنسبة لكم بيزيد الهم عليكم وبيزيد التأخير وبيعرضكم لتراجع على مختلف الأصعيد يكونوا حذرين جدا بالجزء التاني بآخر يوم منه في عنا مواجهة لكم من الأمر خصوف للأمر اكزاكلي بتاريخ 30 يلي معقولة يجيب بعض الذكريات أو بعض الأخطاء اللي ارتكبتوها في الجزء الأول ويحطها قدامكم على الطاولة فكونوا حذرين الجزء التاني إذن هو الفترة التي تسمح لكم وبنجاح القيام بإنجازات ولا أروع من هيك كل شي بيركد ركد كل شي تأخرتو فيه في الجزء الأول من نوفمبر رح تقدروا تحسنوه تحصلوه تشتغلو عليه وتاخدو الكثير من النتائج في الجزء التاني لسيما في الأيام الأكثر حظا ما معناه تتركوا شغل الجزء الأول؟ لكن أي مسألة مهمة جدا جدا وأساسية ودقيقة أنا بنصحكم كفلكية كوقت تختاروا الجزء التاني وتحديدا إذا بتختاروا اليوم الأكثر حظا بين 22 و 30 بتكون رائع جدا رح أحكي عنهم آخر شي إذن شهر دقيق بده دقة بده التعامل معه بطريقة كتير دقيقة لازم تسمعوا الأبراج الأسبوعية واليومية لأنه دايما بعطيكم تفاصيل جديدة الموليدة اللي لازم تنتبه أكتر من غيرها هي 12 و 13 ديسمبر الأنشط 18 ديسمبر بالنسبة للأيام الأكثر حظا تاريخ 7 8 9 9 مش كله نصه تاريخ 15 لأنه الشمس بتكون ببرجكم ابتداء من الساعة 4 إلى 10 بعض ظهر توقيت العالمي 6 إلى 10 المساء توقيت بيروت تاريخ 16 و 17 الفترة الحلوة أيضا تاريخ 24 ابتداء من الساعة 4 بعض ظهر توقيت العالمي 6 المساء أجمل فترة أيضا تاريخ 25 26 أجمل أيام شهر نوفمبر هني هودول هني هودول الأيام الأقل حظا تاريخ 2 3 4 تاريخ تاريخ 9 بعد الظهر من منتصف النهار 10-11 تاريخ 13 من 6 المساء توقيت بيروت 14 و 15 لساعة 4 بعد ظهر توقيت العالمي أو 6 توقيت بيروت أسوأ فترة أقل فترة إيجابية بيرجع في عينكم تاريخ صعب شوي ما كتير 22-23 و 24 حتى الساعة 3 بعد ظهر أو 5 بعد ظهر توقيت بيروت بيرجع 29 المساء في معاكسة عم بيتحضر الأمر ليسير في المون بتاريخ 30 يلي هو كمام الأيام الأقل حظا بتمنى لكم شهر كتير حلو تقدروا تستفيدوا منه إذا مشيتوا حسب النقاط نوعية الوقت أنا بعطيكم نوعية الوقت مش ببصركن ولا بشوف لكم شي بعطيكم نوعية الوقت هيدا هو علم الفلك تستفيدوا من معلوماتي معطياتي تابعوها رجعوا سمعوه للفيديو ضلكنوا سمعوه لحتى تضلكن بالأجواء وما تنسوا الأبراج الأسبوعي واليومي شكرا لكم باي باي